إنك أنت مين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وما أسبيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويؤلمهم الكتاب والحكمة ويذكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا إلا من سكى نفسه ولقد استبيناه في الدنيا وإنه في الآد رجل من الشعرين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الآلمين ووسى بها إبراهيم وبالي مالك الفتر وصفوة سورة النفيشة صلى الله عليه وسلم أن من تمام الإمان به عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرجى لقلك بدني شريف على أكمل وجهه لم يزهر قبله ولا بعد خلق آدمي مثله صلى الله عليه وسلم وقال البوسير في بردته فهو الذي تحم معناه وسورته ثم الصفاء وعبيبا بارئ النسل منزو أن شريك في معاسينه وجوار الوسن فيه غير منقسم وقال الشيخ الإسلام مولانا شيخ إبراهيم الناس وقال الشيخ الإسلام أبو الإساق شيخ إبراهيم الناس رضي الله تعالى عنه في ديوانه ووالليلات الفيل أعمد ثانيا فأعمد فرط توهر لم يقسمه وقال القرطبي رضي الله عنه لم يزهر لنا تمامي وسلم صلى الله عليه وسلم لأنه لو زهر لنا تمامي وسلم لما أطاقت آيوننا رؤيته عليه الصلاة والسلام كان وجو رسول الله صلى الله عليه وسلم كمار والبكاري ومسلم أنا آذبي كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم آسل الناس وجه وآسل خلقا ليس بدويل وآسل وآسل خلقا ليس بدويل مبائن ولا بل قصير وقال أبو ريع ودي الله وأنه ما رأيته آسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجريبي وجيه وصول إلى براء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال لا بل مثل الكمر وأن جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهديان أي مكمرة وعليه اللة همرة فجعلت عليه فنظرت إليه فجعلت إليه وإلى الكمر فهو في أيني عسن من الكمر وأن تسع الشام بن أروا عن أبي عن سيدتنا آئشة المرمونين رضي الله عنها قالت كنت قايدة أفزل